هكذا تبدو الحالة في مديرية المقاتلة غرب محافظة لحق أضرار كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية قراء سيول الأمطار التي هطلت في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية الأراضي قرفت بسبب غزارة الأمطار والقدار حق الطريق لأنه القدار حق الطريق سبب يعكس السيول وردها قناب الأراضي الزراعية طبعا شل ما مساحا من أراضي كل المنطقة هذه شلها السيول وحول بدل ركام يعني بدل الزراعة حول لنا الوادي كل ركام حقار هذا التدفق عرض شبكة الطرق المحلية في المديرية للكثير من الأضرار وأدى أيضا إلى تهدم بعض آبار مياه الشرب كهذه التي كانت تعتبر مصدرا رئيسيا لتغذية القرى الجنوبية الشرقية من مديرية المقاطلة مع موسم السيول هذا حدثت أضرار كثير منها في العبارات هذه التي أنشأتها الطرقات التي كانت على أساس تمشي الطرق فيها منها ومنها أضرار جانبية في الزراعة في الأراضي سيول شكل كبير جدا دون أن نلاقي أي اهتمام بالحد من الانقرافة الأراضي الزراعية والتهديد أيضا آبار المشاريع المختلفة للمواطنين ورغم مناشداتنا المستمرة خلال الخمس السنوات الماضية ومتابعتنا للقهات المختلفة في السلطة المحلية في المحافظة ورفع البلاغات المختلفة باستمرار حول هذه الكوارث ومتابعة أيضا من المنظمات إلا أنه لسف شديد لم نلقى أي تقاوب حقيقي تشكل هذه الأراض حسارة كبيرة للسكان خاصة أن تلك الأراضي الزراعية تعود بالنفع عليهم بمواسمة مختلفة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد الجهات الحكومية المعنية بالنظر للأراض والخسائر التي لحقت بالمواطنين وأراضيهم الزراعية لم تعرهم أي اهتمام وهو ما جعلهم يكررون مطالباتهم للحكومة والمنظمات المعنية بسرعة التدخل لحماية ما تبقى من الأراضي الزراعية وشبكات الطرق والمياه سامح عبد الوهاب تنات بالقيس لاحظ